اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تأهل فريق باريس افسي إلى دور الثاني وثلاثين من مسابقة كأس فرنسا يؤكد المستوى المتطور الذي يسير عليه الفريق بشعار فيكتوريوس البحرين مشيرا سموه إلى أن التأهل يجعلنا فخورين برؤية اسم المملكة في الأدوار المتقدمة في المسابقة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بفوز فريق باريس افسي بشعار فيكتوريوس البحرين على لهاذر بهدف نظيف وتأهله إلى الدور القادم وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أهدافا عديدة تحققت في ظهور اسم المملكة على قميص باريس افسي أحد الأندية العريقة في فرنسا مبينا سموه إلى أنه حريص على تقديم كامل الدعم للفريق لتحقيق الأهداف المرجوة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نتأهل باريس افسي إلى دور الثاني والثلاثين من مسابقة كأس فرنسا جاء تأكيدا للدور البارز الذي يقدمه الفريق في مبارياته وأن الفوز سيكون دافعا للفريق في مواصلة المشوار في المسابقة وتحقيق نتائج الإيجابية في المرحلة القادمة أتبع سموه أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مواصلة الجهود من اللاعبين والجهازين الفني والإداري من أجل كتابة نجاحات جديدة تسجل في سجلات النادي وتمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق هذا وتأهل باريس افسي بشعار فيكتوريس البحرين إلى الدور الثاني والثلاثين من مسابقة كأس فرنسا بعد فوزه على لهافر بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعب مارتن في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة وذلك في الدور الرابع والستين ترجمة نانسي قنقر